يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وإريتريا تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإتي ذلك كتكسيد لتميز العلاقات الثياسية بين البلدين ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدولي والمنظمات الإفريقية ووحدة الكومسة بجهاز التمثيل التجاري فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى إريتريا لتسجل 116.99 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 103.43 مليون خلال عام 2017 علاقات اقتصادية قوية تجمع ما بين مصر وإريتريا تعكس التعاون الكبير ما بين البلدين في كل المجالات وتؤكد عمق روابطهما التاريخية شهدت العلاقات ما بين البلدين تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ففي العام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري ما بين مصر وإريتريا 119.5 مليون دولار مقابل 104.8 مليون خلال 2017 ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدت الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى إريتريا لتسجل 116.99 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل 103.43 مليون خلال 2017 فيما ارتفعت الواردات المصرية من إريتريا لتسجل 2.5 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام 2017 وبسبب هذه الزيادة قدرت نسبة السلع المصرية الموجودة بالسوق الإريتري بصفة ثابتة بنحو 10% من إجمالي السلع تبلغ أحيانا نسبة السلع المصرية 60% وذلك مع القبول الذي تتمتع به تلك السلع لدى المواطن الإريتري فضلا عن سمعتها الطيبة وتعد آلية إقامة معارض المنتجات المصرية هي الآلية الأكثر أهمية في عملية التبادل التجاري ما بين البلدين كما يتعاون البلدان في مجالات التعدين والطاقة والذي يضم شبكة الربط الكهربائي بإريتريا بجانب حفر الآبار ومشروعات إنشاء السدود وتخزين مياه الأمطار واستخدام تكنولوجيا الصوبات الزراعية في الزراعات هي إذن علاقات اقتصادية مميزة تأتي نعكاسا لمستوى التعاون المتميز ما بين البلدين على جميع المستويات لاسيما السياسية ترجمة نانسي قنقر